وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد النواب أن مشروع قانون التصالح يعالج مخاوف المواطنين مؤكدين أن الحكومة ملتزمة بمراعاة احتياجات المواطنين كان فيه تخاوف على موضوع البنعة الخارج الحيز العمراني أرض زرعية والحمد لله تم الموافقة عليه وتمت الموافقة بس علشان فيه إشكالية البناء اللي أقل من 200 متر مش هيكون فيه لجنة هتطلع تعاين هذا البناء ولكن البناء ما يزيد عن 200 متر هيكون فيه لجنة هيتم هتطلع وهتعاين هذا المكان ولكن هيتم أيضا التصالح بشأنها أما بالنسبة للموضوع الآخر اللي كان بيهم كثير من المواطنين في الريف بالذات الخاصة بالأعمدة اللي طلعت اللي عامل عواميد للبيت هيكمله وهيكمل البناء بتاعه هييتم الصب ويتم التصالح عليه بإذن الله ده هيساعد على أنه يلبي مطالب العديد من المواطنين اللي هيزيد عددهم عن 9 مليون لتقنين أوضاع منازلهم وبالتالي إدخال المرافق ليهم من ناحية أخرى هذا القانون مدة سريانه لمدة 3 سنوات وبإكرار القانون وبعدها اللايحة التنفيذية سيقضي تماما على أي مخالفات على المستوى القريب وفي المستقبل فبالتالي نحن بهذا القانون قضينا على أي مخالفات مستقبلية في الإسكان بشكل عام موسيقى